توعد الرئيس التونسي كل من يحاول المساس بأمن بلاده بالعقاب مشددا على أن تونس بلد الأمن والسلام والتسامح وتعايش الأديان جاء ذلك خلال استقباله في قصر قرطاج كلا من مفتي الجمهورية التونسية وكبير أحبار اليهود بتونس وكبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية فعيشوا في تونس مواطنين آمنين كسائر المواطنين فأن لحقكم أذن فهو يؤذينا وسنؤمن معابدكم وهي مؤمنة وممارسة شعائر دينكم ولنجتث معا مذور الفتنة والفرقة التي يريد أعداء وطننا للعزيز إشعالها